اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم تدريباته تحضيرا لمواجهة منتخب قيرغزستان غدا ضمن الجولة السادسة من التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027 وكان المنتخب الوطني قد ضمن التأهل في الجولة الماضية بعد فوزه على منتخب الصين تايبي بثلاثية نظيفة ويسعى من خلال مواجهة الغد إلى الثأر من خسارته ذهابا أمام قيرغزستان بهدف نظيف وتعزيز صدارته للمجموعة ننتظر المباراة ونسعى للفوز وصدارة المجموعة ونطبح لتأكيد حقيتنا في العبور للمرحلة المقبلة وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث وتقديم مستوى يليقوبنا وأيضا نسعى لإسعاد الجماهير التي نتمنى أن تساندنا في الملعب وشاهدنا قيرغزستان في مباراتهم الأخيرة لدينا غياب وحيد وهو المهاجر وليد المسلمي ونحن في كامل جهزيتنا للمواجهة مباراة مهمة بالنسبة للمكلاعبين مثل ما تكلموا مجربوا هدفنا تحقيق الفوز صدارة المجموعة جميع اللاعبين جانزين متحملين المسولية مباراة ما راح تكون سهلة بس إن شاء الله هدفنا واحد وتحقيق الفوز وسعاد الجماهير بإذن الله اشتركوا في القناة